متلازمة هافانا مرض غامض يشغل بال ديبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات الأمريكية يتعلق الأمر بطاقة موجهة استهدفة بها ديبلوماسيون وموظفون حكوميون هنا في واشنطن ودول خارجية فما هي هذه الطاقة الموجهة ومن يقف وراءها ومتى اكتشفت السلطات أمرها أول مرة وهل يمكن لهذه الهجمات المعروفة بمتلازمة هافانا أن تكون تهديدا أمنيا مباشرا لأفراد الحكومة الأمريكية اشتركوا في القناة هذا الملف يسرني أن أستضيف كبيرة مراسلي مجلة The Hill لورا كيلي لورا أولا شكرا لحضورك معنا بداية سؤال بدهي من ممكن أن يكون مسؤول عن هذه الهجمات التي تعرف بهافانا سندروم أو متلازمة هافانا أعتقد أن من المهم أن نقول أولا بأن الإدارة حذيرة جدا بأن لا تصف هذه الحوادث الصحية بأنها هجمات لأنهم ليس لديهم أجوبة بشأن الأسباب ولا يعرفون ما يسبب هذا ولا يعرفون من هو المسؤول ومن ربما وما هي أسباب حدوث هذه العوارض الصحية الرئيس بايدن وإدارته ووزير الخارجية أنتوني بلينكن كانوا حذرين كلهم بعدم وصف هذه بالهجمات ولكن من خلال البيانات تبدو بأنها هجمات ويمكن وصفها كذلك البعض طبعا يقولون بأن روسيا يمكن أن تكون وراء هذه الأحداث وربما لديها القدرة والإرادة لفعل ذلك ولكن ليس واضحا فليس هناك أي شيء يربط روسيا مباشرة بهذه المتلازمة وأيضا هناك شكوك بشأن ما إذا كانت لأن البعض قالوا بأنها ربما يمكن أن تكون فقط أعراضا جانبية إذن الإدارة هنا حذرة جدا في وصفها لما يحدث لورا كما تعلمين بأن هذه الهجمات استهدفت ليس فقط ديبلوماسيين في هافانا لبل استهدفت أيضا مسؤولين استخباراتيين وأمنيين هنا في العاصمة واشنطن هل هناك تقصير من قبل إدارة الرئيس بايدن في مصارحة روسيا أو تقصير من قبل الاستخبارات الأمريكية في مصارحة روسيا بأن ثمت أدلة تقول بأن موسكو قد تقف وراءها؟ حسنا طبعا ليس واضحا جدا كما قلت ولا أحد يستطيع أن يقول بأن هناك آدلة بأن روسيا وراء هذا الأمر أنا لم أرى ذلك ولم أقرأ ذلك هناك نظريات نعم تقول بأن روسيا هي الخصم الأكبر للولايات المتحدة والمنافس الأكبر وربما هذا يمكن أن ينظر إليها بأنها من المشبه بهم ولكن من المبكر جدا بأن نستبعد أي شيء أو أي أحد لذلك كما قلت الإدارة حذرة جدا لأنه حينما تختار شخصا ما وتحمله المسؤولية فإنه سيطلب منك أن تتحرك ويظهر بأن إدارة بايدن ليست مستعدة لفعل ذلك الآن ناحية الاستخباراتية ثمت معلومات تقول بأن روسيا سبق وأن استخدمت هذه التقنية للقضاء على عدد من معارضيها في العالم أليس هذا كافيا باعتقادك أنه ربما أن تتجه الشكوك إلى الاستخبارات الروسية طبعا أنا لست في موقف لأتخذ ذلك القرار والحمد لله وحتى لا أتعامل مع العواقب وأتداعيات وتحركات مثلا لأن هذه المعلومات بكل تأكيد ستؤدي إلى عدة تداعيات ولكن إدارة بايدن ذكية وحذرة وهي لا تزال غير واضحة أو لم تتضح لها ما إذا كانت هذه الهاجمات والحوادث والناس لا يزالون غير متأكدين ما إذا كانوا قد جربوا أو أصيبوا بما أصيب به زملائهم لأنه ينبغي فهم كل ما حدث ولكن الناس نعم تأثروا وأصيبوا ولديهم أعراض صحية ومن المهم أن ننظر في الأمر بعمق وأن نعطي الناس أو نأخذ ما يقلقهم على محمل الجد لورا دعينا نشرح ما هي هذه العوارض وهل جاءت كلها متشابهة برأيك؟ حين تحدثت مع محامين من أربعة من المصابين فيمكن أن يكون هناك العديد من الأعراض وليس هناك قائمة واضحة بشأن ما يمر به هؤلاء ولكن ما سمعنا به أكثر فأكثر هو أنهم يسمعون بعض الأصوات أو ظواهر الصوتية ثم يكون هناك بعض الآلام ثم تكون هناك عراض صحية أخرى والأطباء الذين يدرسون حالاتهم ربطوا هذه العوارض بإصابات في المخ إحداهما سيدة كولينز وهي عضوة في اللجنة الاستخبارات نشرت تقريرا وذكرت قصة أحد المصابين وقال بأنه كان ينام أو يستيقظ فيجد دماء أو بركة من الدماء وهي تخرج من أذنيه طبعا هذه أشياء فضيعة مثل الغثيان والصداع وأيضا فقدان الاتجاه في الواقع هو ملف محير وغامض شكرا لكبيرة مرسل مجلة ذهيل لورا كيلي على هذه المدخلة تحياتي